واحد السيدة كان عندها دجاج البلدي. كان عندها العدد ربما كيوصلت إلى 100 دجاجها مية واحد شوية وكيعد يهبط تاني على حسب الضغف ديالها. هذيك الوقيتة ما زل ما دخلوش سلالة للمنطقة يعني كان عندها دجاج البلدي كامل. كنت واحد الوقيتة كننخدم عندها لبيض وكنحطوه الفقاصة. على حسب الضغف ديالها كنت محتاج وكننخدم عندها. عشنو كنت كتوكل ديك دجاج هي. كنت كتوسطي واحد من الخبز كيدزم الضوار عندهم. كيخلي لها خنشة ديال الخبز ولا جوج دك الخ اليابس كيبيعولها بباحثة من مناسي. وبالنسبة انه خالة كتوسطي واحد مول الطاوبيل عندهم في البلاد كيطلع للسوق كيجي بالاخر نشة ديال الخبز فاش كيعد جاي. يعني شنو كتوكل لهم كتوكل لهم الخبز والنخالة صافي. شنو اللي كان معاونا هو كان عنده واحد الفدان واحد الارض كانت كتطلق فيه دجاج كيهباش وكيسراح وكيقلب على راسه. وكان تبارك الله عندها القاطع زوين نقي ما في حطاش مرضى نهائيا. قليل فاش كتبنش حالات بسيطة وكانت كت تعالجهم بشي حويش طبيعيا. بحل مثلا البصلة ولا الشيح ولا. وكان عندها قاطع تبارك الله مليح وزوين وكانت مدخلة منه الفلوس كانت ديباني على راسه وكانت تعطيه الأحفاد ديوله شي شوية. المهم كانت ديباني القديم زيان منه. فاش وصلت الواحد لعمر المسكينة متلتش تقدرت انها تبقى توكله وتخرج وتمشيه يعني عياد صافي وقفات وكانت بعته لي. كانت خديته من عندها. هذه السيدة كنا مثلا اعطينا احنا شي سلالة ولا اعطينا شي خالي تسلالات كما كنقول ولا. كان سبعين في المياه غادي وقوع عند هالأمراض بزاف وغادي يتفشل وما غادي يش تقدم ما غادي يش تزيد القدام يعني لاش لان ذوك الأمراض غي اضطروا عليها ما تقدرش يتبقى تداوي كل كل صيمانة وذك شي. ذك شي باش كان نصح الناس اللي بغاو يبدو بيبدو تربية الدجاج وبغاو يتقاتلوا شوية يحاولوا انهم يبدو بدجاج باللي حتى يدخلوا شوي ديول الفلوس ويتعلموا لان كين بزاف ديول الأخطاء غادي يتوقع فيهم بزاف ديول الأمراض غادي تتعرف عليهم وبزاف ديول الحويش اللي غادي ينفعوك. وفاشكت ديق دجاج باللي كتكي يكون المناعة ديولو طالعة وقوية وكي يساعدك انك تداوي وكي يساعدك انك تتعرف على بعض الحويش. ولكن دبا في هالدورة فاشكين احنا غادي صعيد انك تلقى دجاج باللي خسك تحاول تقلب عليه مزيان وتلقى شي قاطع لي ما دخليش آآ السلالات ويكون باقي بديك الهايئة ديولو باقي ينطقي وباقي مزيان وخد تمنو واحد شوي وخدم بي ودي واحد جريبة غادي تنفعك مزيان. هل لي هذيك الساعة لا بتدير السلالات ولا بتدير شي خاليط ما عندكش المشكل. أنا وعندي الخاليط وعندي البلدي وعندي السلالات وكان عارف بأن الأخطاء اللي كي يوقع فيهم. البلدي مثلا ما كان وحلش معها البلدي كان حلبها وكانت لقوصها فيما عندي شي معها مشكل. ما كان وقع عرف أمراض لوالو يعني قليل شو حاشو بسيطة. بالنسبة للخاليط ديما انت معا ديما خسك تكون معا واقف مقاتل معا لأن الأمراض فيه وديما مقاتل معا ديما خسك ترد منه لبال تقدر تخلط تبدلي على العلاف ولا يوقع شي مشكل ويصبح تولد فيه طايح ليك بغاد دويان وبغاد مرد السموم وبغاد بغاد خسك تعاليشو. بالنسبة للسلالات راك عارف اللي دوي السلالات را يكون عارف البشاكين اللي كتوقع فيهم وعندي أصدقاء ديولي أنا اللي كيكون عندهم متانا كيقول لك بري تندي واحدة خمسة سلالات واندي الخاليط ولا فاش كتمشي اللي عنده وكتلقاء كتدخل البلاصة فشحات جاج كتدرب بع بحينك يبقى لك خمسة الامراض مختلفين عنده يعني مش يوم واحد الامراض متانا بتقول لي هل العلاج ديال وكتشوف كتلقى بزاف ديول الامراض عنده كل الامراض اللي بينين وكل الامراض اللي يالله جاين وكتلقاء مسكين عنده واحدة القاطع ديال ميتين جاجة كل الصيمانة قتح ليش وحدة وحدة ضعيفة وحدة مقشقة ضياد وحدة مهلوكة يعني كتلقى بزاف ديال المشاكين وهات الشي كيوقعو فيهم الناس عادي لكن خسك اللي تكون عندك تجريبة باش حيات توقع في شي مشكل ك اتعرف كيفش التعامل معه. تحياتي لكم.